موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة اليوم من اخر طبعة اسبوع سياسي بامتياز مرة على الساحة اللبنانية بدأ الاسبوع بانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وهو ينتهي بتسمية سعد الحريري رئيسا لأولى حكومات العهد الجديد بسلاسة جرى الانتقال الى الخطوة الثانية فهل تكون الخطوة التالية على الثبات والهدوء نفسهما؟ وهل ينجح الحريري بعد تجاوزه عقبة التكليف بغالبية مريحة ووازنة في تخطي عقبات التأليف؟ وما الذي ستسفر عنه ثلاثية رؤساء عون والحريري ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري؟ للحديث في هذه القضايا معنا هنا في الستوديو السيد علي حمدان المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني أهلا بك سيد حمدان أهلا بك كان هناك ترقب وشكوك حول موقف السيد نبيه بري وحقيقة تسميته لرئيس الحكومة يعني خصوصا بعد الفتور والتوتر الذي ساد العلاقة بين الرجلين يعني في النهاية كتلة التنمية والتحرير سمت رئيس الحريري لماذا سميتهم الحريري؟ عبر دولة الرئيس عدس بطرابه وكل شيء بحسابه سابقا كان قايل أنه أنا مع الرئيس الحريري ظالما أم مظلوما وأكثر من مرة هو يؤيد الرئيس الحريري كشخصية معتدلة ولي قيادة هالمرحلة ليس جديد تأييد الرئيس الحريري من قبل دولة الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير وحركة أمان لأنه فيه أكثر من سابقة بالتعبير عن تأييدهم للرئيس الحريري أنا ما بشوفه هون يعني بنعطيها طابع المفاجأة لكن حقيقة هي طابع التأدير الوطني وحق التأدير الوطني اللي بيعطيه الرئيس بري للمرحلة الناس التبس عليها الأمر أنه كونه الرئيس بري خلينا نقول مترقس كتلة اعتراضية كبيرة بجلسة الانتخاب وهي لكن بنفس الوقت ترقس أكبر كتلة اعتراضية على انتخاب الرئيس عون ولكن بنفس الوقت في شيء ما لازم يغيب عن بال العالم أنه أعطى النصاب على أربع دورات للانتخاب وكان عنده حرص مثل ومثل كتلة الموالات لإنجاز الاستحقاق وما في غيب عن بالنا أنه الرئيس بري خمسة وأربعين جلسة وهو يدعو وصحيح هو صار صفحة من الماضي ولكن هو كان مثابر على الحضور وكتلة العماد عون اللي هلأ كتلة رئيس الجمهورية اللي كانت عمدغيب أصبح وصل على جلسة الانتخاب وكان عند التزامه بأداء الواجب الدستوري وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في هذا الترشيح أكثر من مجرد إفاء بوعد يعني هو رسالة تطمين للعهد الجديد بأن لن يكون هناك عرقلات أقلهم من قبل الرئيس بري أو ربما لأن كان هناك اتفاق أيضا بين بري وحزب الله مسألة أن يكون هناك ضمان في مسألة تسمية الحكومة يعني بالضبط مسببات التسمية سيد حمدان أهم مسبب هو المصلحة الوطنية اللي بيحسن تقديرها في كل لحظة وطنية وتاريخية الرئيس بري هذه أحد أهم الأسباب أن هناك اليوم في بداية جديدة وهذه البداية اقتضت من طبيعة الأمر بتشكيل حكومة العهد الأولى والرئيس بري ليس عادة لما هو عم يقول عدس بطرابه وكل شي بحسابه يعني عنده بكل خانة حسابية فيه مثل المحاسبة بيحطه من وإلى دابت وكرادت بقى هو بهذه الخانة بيلاقي أنه تأييد للرئيس الحريرة اليوم في الخطوة الثانية الخطوة الثانية هي خطوة ما بين يعني التكليف والتأليف هون بديك تشوفي كمان أنه شو بيكون موقف الرئيس بري والتحالف العريض اللي معه ممكن ترجع تسألي وتقولي أنه كمان ما قلتلي شو المسببات ما قلتلي اليوم في مرحلة جديدة كتبت بدايتها علينا الهدف الأساسي إنقاذ وطني والرئيس بري لن يتوانى عن الإنقاذ الوطني والرئيس بري بكلمته اللي حكيها بجلسة القسم كان كتير واضح لجهة الحفاظ على المؤسسات الدستورية وتفعيل عملها وحت إطار عمل بفتكر فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف كانوا بالجلسة وسمعوا المؤشرات والإطار اللي رسموا الرئيس بري للمرحلة القادمة وعلى هذا الأساس هو يعطي هذه الفترة اللي بيعتبرها هو مش فترة سماح بقدر ما أنه هي استحقاء وطني لن يغيب عنه الرئيس بري في سبيل الإنقاذ طيب كان هناك إشهار لسلاح المعارضة في وجه عاون من قبل الرئيس بري ولكن هذا لم يتم كما ذكرت حضرتك بالنسبة لسعد الحريري يعني قيل أيضا أن السبب هو بس لقاطعك بكير هذا الحكي عليه بأي معنى يعني أنت هلأ ما فيك تقولي أنه أنا موقفة معارضة وبعد ما شفت شيء خلينا نرجع لطاولة الحوار الوطني بداءا على عدم التصويت أستاذ علي يعني بداءا على عدم التصويت وعدم اختيار عون في جلسة التصويت يعني يمكن أن يقول يقال أنها بوادر معارضة عدم التصويت هو تصويت إيجابة لإتمام الاستحقاق الدستوري تكميل النصاب هو تصويت للإنقاذ الوطني الحضور في الجلسة وإسراره على إنهاء الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية هو تصويت إيجابة في الجلسة ما حدا يغيب عنه لو كتلة الاعتراض مارست ما مارسته كتل سابقة بخلال 45 جلسة نحن اليوم معنا رئيس جمهورية ولكن يكتب بأحرف من دهب للكتلة المعترضة أنها صوتت إيجابيا بإتمام النصاب لجهة إنجاز الاستحقاق الدستوري ولكنها لم تصوت لعون هذه هي النقطة التي أتحدث عنها أستاذ علي ما صوت لعون بس ما كانوا اللي صوتو له للرئيس عون 83 صوت قدروا وصلوه أو عملوا جلسة لو كانوا غالبين هذا اللي عم يقول لك إيه بقى اليوم الاعتراض بس لقلك باعتبار بتقولي أنه طيب أنتوا ممكن تكونوا بالمعارضة رئيس الجمهورية بالسلطات الدستورية اللي عندوا إياها اليوم ما فيك تقولي أنا بدي عارض رئيس الجمهورية بديك تعارض الحكومة واليوم نحن أيد الرئيس بره الرئيس الحريري للتأليف لكن اليوم الهامش بتكليفه هامش تأليف الحكومة هو هامش عريض من هون فيك تقولي أنه نحن ممكن يكون بالمعارضة أو ممكن نكون بصفوف الحكومة اليوم مش بعيد عن حدا أنه اليوم شو بيصير في استشارات واليوم هي بلشت بالمجلس النيابي ورح تبلش أول شي مع دولة الرئيس بره وكتلته طبيعة الأمر والرئيس بره رح بعد على أثر الاستشارات بده يسمع منه للرئيس المكلف ممكن إذا الرئيس بره مع تحالفه ما ارتضى التشكيل اللي عم يعملها رئيس الحكومة ساعتا نحن ممكن نكون وهيدا وارد أنه نكون بالمعارضة بعد بكير لنقول أنه هلأ نحن عارضنا أولينا طيب قبل الإبحار يعني في مسألة الحكومة وتشكيل هذه الحكومة يعني أريد فقط أن يعني أتهم نقطة العلاقة بين بره وعون يعني ما هي طبيعة هذه العلاقة الآن بتقدير الصحافة شافت أنه العلاقة بداية العهد وبداية اللقاءات كانت كثير إيجابية وخليني أحكي على شخصية دولة الرئيس بره يلي هو اليوم قامة سياسية وبخبرة يتمتع بخبرة عالية مشهود إله الرئيس بره ما بيقف بعمله السياسي بالعلاقات الشخصية ممكن تكون العلاقات الشخصية كثير مليحة والطرح السياسي يختلف معه هذا ما بيلزم هاي بهاي وبنفس الوقت ممكن يكون كمان هذا الشخص العلاقات الشخصية كثير معه وطرحه السياسي يختلف معه وكمان ما بيدمج الأمور الرئيس بره من موقعه كرئيس للسلطة التشريعية والأمانة البنئة ده هو بيقدر الأمور سياسيا وطنيا أين تكون المصلحة الوطنية ستجدين الرئيس بره باستمرار طيب يعني هذا التقييم ما هو تقييم الرئيس بره لشخص فخامة الرئيس ميشيل عون يمكن عم يغيب عن بالك أنه فخامة رئيس الجمهورية العماد عون هو أحد أركان التحالف العريض والخط السياسي اللي من 2005 إلى هلأ واجهوا كل المسارات والمواجهات السياسية وكل المراحل كانوا بخط واحد ومش أول مرة أنه ممكن كان يكون فيه اختلاف بالرأي ويرجع تتنظم هيدا الخلاف منه لا الرئيس بره غريب على العماد عون ولا الرئيس عون غريب على دوت الرئيس بره هناك دفق أكثر في العلاقة بين الرجلين الآن أنا بقدر إليك أنه من قطع الود ولا تدفق بالعلاقة دائما 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 العلاقة الشخصية كانت دافئة بين الشخصين ولكن بأكثر من محطة كان ممكن يكون فيه خلاف سياسي أنا بدي أذكري كون بطاولة الحوار الوطني الرئيس بره قاد من 2005 إلى 2016 طاولتان للحوار الوطني مؤخرا كان فيه طاولة وكمان عليها العماد عون وكانت تطرح هذه الأمور ومن ضمنه ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية اليوم اللي حصل هو ما حصل شي غريب عن المبدأ اللي كان يطرح على طاولة الحوار يلي أدارها الرئيس بره حتى بذات الوقت كان فيه حوار لزق القائم هو الحوار ما بين التيار المستقبل وحزب الله كمان ويلي بتقديره أعطى دفع كبير للوصول إلى إنهاء الاستحاق الدستوري وتكليف الرئيس السعد الحريري هذه كلها يتمنى غايبة مش بصمات حفر الرئيس بره على المرحلة الحالية والوصول لإلى بطاولة الحوار كان فيه مبدئين إنه منهم إذا اتفقنا على رئاسة الجمهورية يخلينا نروح على الانتخاب والآخر كان يقول نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية على أن يكتمل بعد أن يكتمل ما سم بالسلة أو بالبرنامج العمل أو بالمراحل الثلاثة التي هي التشكل الحكومة ورئيس الحكومة وأنون الانتخاب سريعا أستاذ علي هل أنتم مقلقون على التوافقية السياسية وعلى استئثار طرفين ربما بالحكم خليني أقول لك شغلي قبل كل بدي أستشهد بكلمة لأحد أعضاء كتلة التغيير والإصلاح ألا عون يلي قال أنه لما زاروا العماد عون باستشارتهم بالأسر الجمهوري ظهروا من عند الرئيس عون وعما يقولوا أنه لابد من فترة سماح مئة يوم للعهد الجديد أنا هون ما بدي أزيد على الموقف يعني هاي دي الفترة يجب أن تعطى للانطلاقة وللزخم اللي بدي أضيفه كمان أنه بكل المحطات الأساسية الرئيس بره ما بيبخل وطنيا ولا ينتقس أو أو ممكن أن يكيل بمكيال ناقص بالحقوق الوطنية أنا بتأديري بشوف المرحلة واعدة بانتظار اليوم رئيس الحكومي بعد استشاراته وبخلال هاليومين الاستشارات النيابية إذا استفاد من هذا الزخم الذي يكلف فيه لتجاوز انتخاب فخامة الرئيس وهذا دلالة على أنه سواء من اعترض أو من أيد انتخاب فخامة الرئيس مصرين على إعطاء الفرصة للانطلاق بذات الزخم عفوا من شين هيك أنا بشوف بكير نحكي عن سلبيات أبدا بالعكس بدنا نقول أنه هاي دي الفرصة ولنشوف رئيس الحكومي المكلف شو الانطباع يلي بدوا يعكسوا بعد استشاراته النيابية طيب سنتوقف قليلا مع بعض عنوين الصحف العربية صادرة صباح اليوم ومن بعدها نتابع حوارنا أستاذ علي حمد فضلي أهلا بكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة السفير ونقرأ فيها إلى حكومة الثلاثين دور هذه فخاخها وأسئلتها جشع قوتي وتيار محرج بتفاهماته ووزرائه وفتوات سياسية متبادلة مصر الجناء يعوم صباحا أسعار الوقود ترفع ليلا انتحار جهادي ثان على أبواب حلب روسيا تتوعد بمعاقبة المسلحين إلى سلطنة عمان مع صحيفة الوطن ونختار من عنوينها الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته بريف دمشق والقوات العراقية تتقدم للموصل لبنان عون يكلف الحرير بالحكومة وبر يدعم من سلطنة عمان إلى اليمن مع صحيفة الثورة وفيها علماء اليمن النظام السعودي يستغل الحرمين الشريفين لخدمة الأغراض الاستعمارية العدوان يواصل جرائمه ويرتكب مجزرة جديدة في المخ إلى صحيفة الحياة ونختار من عنوينها الحرير يسعى إلى حكومة وفاق وطني مائة واثنى عشر نائبا سموه بينهم بري وكتلته والوفاء للمقاومة تمتنع خطاب البغدادي مؤشر إلى تراجع داعش هاجم دولا إسلامية ونفى أن تكون نينوى عاصمة دولته كلينتون تحافظ على تقدم ضئيل ترامب يرجح مساءلتها وأوباما خائف على مصير الجمهورية من صحيفة الحياة إلى صحيفة القدس وجاء فيها شهيد من المزرعة القبلية قرب مستوطنة عفرة وعشرات الإصابات والمعتقلين خلال مواجهات في عدة مناطق بريطانيا تقبل فتح حوار حول وعد بلفور بعد 99 عاما على صدوره من الصحف البحرينية نختار صحيفة الوسط ونقرأ فيها وعد تبدأ مؤتمرها العام الثامن كآخر قلاع المعارضة وقيادة جديدة تنتظرها الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة ختم هذه الجولة من تونس مع صحيفة الشروق وجاء فيها وزير الشؤون الدينية يهاجم الوهابية اتهمها بتفريخ الإرهاب والوزارة استدركت محسن مرزوقي ينتخب مكتبه التنفيذي سراً مع هذا العنوان نصل إلى ختم هذه الجولة ونعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعا كل الشكر للزميلة هبط الله بيطار على هذا الاستعراض ومعنا عبر الهاتف السيد إلي ماروني النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الكتائب أهلا بك سيد إلي صباح الخير ولا ضيفك ولا كل المشاهدين صباح النور ما عليك أهلا فيك إذن سيد إلي الكتائب لم تصوت لانتخاب عون ولكنها سمت الحريري لرئاسة الحكومة ما الذي يريده حزب الكتائب من الحكومة المقبلة يعني نحن حفظنا على مبدأنا على ثوبتنا على خطابنا السياسي على تفهمنا للواقع السياسي وذهبنا إلى الانتخابات الرئاسية من هذا الممطلق وبالتالي لكن بعد لحظة إعلان انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية تبدلت المعطيات وعدنا إلى ثوبتنا يلي نحن بتجعلنا على طول حزب الرئاسي وحزب الجيش اللبناني وحزب الكركي نحن ناقف دائما إلى جانب الرئاسي وهذا ما قبلغنا إلى العماد عون أثناء الاستشارات النيابية قلنا له نحن إلى جانبك في كل أمر يؤدي إلى إنماء وتطوير وسلام واستقرار لبنان وسنكون في المعارضة عندما يقتضي الأمر ذلك أما بالنسبة للرئيس سعد الحذيري فمن المؤكد وتحصيل الحاصل أنه من نعطي أصوات ما لأله لأنه نحن مننتمي إلى نفس الخط السياسي ومننتمي إلى نفس الجبهة السياسية وبالطالي نأمل منه مع رئيس الجمهوري مع الرئيس برغي أن يتمكنوا من قيادة البلد بأسرع وقت ممكن إلى شاطئ الأمان لأنه أنين اللبنانيين الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والأمني والسياسي باتل يحتمل وبتنا بحاجة ماسة إلى إعلان حالة طوارئ رئاسية من هذه هؤلاء الرئاساء السلاسة لكي نصل إلى شاطئ الأمان طيب سيد إلي يعني بعد رفضكم ترشيح عون قيل أن تسمية الحريري جاءت لأن حصتكم ستتضاءل ولا مرة حكينا بمنطق الحصص ولا مرة حكينا بمنطق المطالبات لو كنا نبحث عن حصصة كنا من الأول رضينا بالتسوية التي عرضها علينا الطيار الوطني الحر نحن لفنا حزب حصص وبتذكر أنه مش من ثمان كتير خرجنا من حكومي كان إلنا فيها ثلاث وزراء خرجنا غير أبيهم بالمخاصصة ولا بالخصص لكن نحن وزودنا داخل الحكومي هذا بيتوقف على أولا إيرادتنا هل نريد المشاركة أم لا ثانيا بيتوقف على مدى تجاوب رئيس الحكومي مع ضرورة إقامة حكومة وحدة وطنية وبعتقد أن الكتائب لا يمكن عزلة والكتائب موجودة في سميم الحياة السياسية ونحن اليوم لدينا الاستشارات مع رئيس الحكومي بعض الظهر وسنبلغ بموقفنا اللازم بهذا الإطار ولكن سيد سمير جعجع تحدث عن رفضه لفكرة حكومة وفاق وطني وقال أن التمثيل المسيحي يجب أن ينحصر بالكتلتين الأكبر يعني التيار الوطني الحر والقوات هذا رأيه للدكتور سمير جعجع وبالتالي يقدر يعطي رأيه للرئيس البكلف ورئيس الجمهورية نحن نرى أن هذه المرحلة تحتاج بعد هالتسوية الوطنية اللي حصلت أن يكون كل الأفريقاء في خدمة بناء الوطن وملتفين حول الرؤساء لتمكينهم من إنجات مهمتهم عما فكرة حصل التمثيل المسيحي بكتلتين فأبعطي إدهتين الكتلتين تمثلان بالتأكيد جزء من الشارع المسيحي لكنهما لا تمثلان أبدا الشارع المسيحي بكمله هم يشكلون قد يشكلون نصف الشارع المسيحي لكن هناك الكتائب والمرضى والمستقلون وهم يشكلون أيضا نصف الشارع المسيحي السيد إلي ماروني نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الكتائب كل شكر لك شكرا إذن أستاذ علي خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد ميشيل عون كان حظي بتوافق الجميع كان الجميع سعيد بهذا الخطاب وما تضمنه هل سيكون البيان الوزاري على نفس المستوى بدكتونتر الرئيس المكلف يعني من المبكر أنه نحكي ولكن في خطابين بجلسة القسم في خطاب الرئيس بره اللي أوضح معالم الطريق التي على العهد أن يستنير بها لي يسجل للعهد إنجازات أساسية يعني قانون الانتخاب إذا حكومة العهد الأولى استطاعت أن تنجز هذا القانون إلى حد مواصفات كل الكتل السياسية يلي في البرلمان والأحزاب السياسية الغير ممثرة بالبرلمان كل يتون بيحكيوا جملة سحرية دهبية وحدة أنه قانون عصري يقدم أو يستطيع أن يأتي بحسن تمثيل للشعب اللبناني هذا مدمك أساسي إذا استطاع العهد في بدايته أن يرفع هذا المدمك معناتها بيكون الوتد الأساسي لرفع خيمة العهد على مدى ست سنوات بيكون أنجز وأسس لعهود أخرى ناجحة هذا بشكل أساسي وهذا ما أشره الرئيس بره وخطاب القسم لكن خطاب القسم بتأديري لقى هيدا الترحيب كله أو من من كافة المعنيين بمتابعة خطاب القسم لأنه لا يريد أن يحمل انطلاقته أكثر مما تحتمل يريد أن يترك الأمر للاستشارات النيابية والحكومة القادمة هون بدي شير لشغلة أساسية اليوم واللي أتيتي على ذكره خوفك من الاستئثار بكل بساطة هناك صلاحيات في الدستور اللبناني ولا يستطيع وفخامة الرئيس هو حامي الدستور ويسهر على تطبيق الدستور في فصل سلطات وصلاحيات والبرلمان لا يمكن أن يغيب عن مهمته في المحاسبة والرقابة والتشريع هاي دي إيش أصص يعني ثوابة أساسية من كل برلمان في العالم هو رقابة الحكومة والتشريع والإشراف على تطبيق القوانين هاي دي شغلة أساسية كمان مثل ما في مواصفات الحكومة كسلطة تنفيذية وبانطلاقة بالعمل ولا زمن الاستئثار في السلطة في لبنان اتفاق الطائف واضح لجهة توزيع الصلاحيات والسلطات طيب يعني مسألة التوافقية الشاملة في الحكم يعني أو في لنكون أكثر ضقة في الحكومة يعني ألا يثقل ذلك عمل الحكومة يعني ما المانع أن يكون هناك طرفين فقط في الحكومة هذا سيزيد من رشاقتها وتكون المسؤولية واضحة إذا حدث خل الماء أو عط الماء هذا ممكن وممكن رئيس حكومي يكون عنده أغلبية مطلقة ويقول أنا بدي شكل حكومي لحالي وهذا البرلمان يا بيعطيني سئة يا بيطرح السئة فيه هذا ممكن ولكن لبنان يتميز عن كافة الديمقراطيات لأنه بكل ديمقراطية في العالم هناك صناعة وطنية لبنان يتميز فما بالك بصناعة الوطنية الديمقراطية ولكن اليوم نحن نمر في لحظة تاريخية وأستثنائية وخارجين أيضا من تعطيل وأزمة سياسية وانقسام في البلاد عامودة وأفقية على مدى سنتين ونصف هذا بس بفترة الفراغ ولكن الانقسام كان حاصل قبل السنتين ونصف وكان في حكومة قبل حكومة الرئيس إسلام هي حكومة سموها أنه لون واحد بس الفريق اللي أيد الرئيس مئاته من شان هيك الأفضل لانطلاقة جيدة هي حكومة اتحاد وطني ولم شمل الجميع والاستفادة من هذا التأييد العارم للرئيس المكلف لتأليف حكومة اتحاد وطني وحكومة وحدة وطنية والتوافق مش معناتها أنه هيدا ضد الديمقراطية هيدا من أرقى درجات الديمقراطية فيما لو توصلنا إلى توافق وإجماع وطني هيدا شغلة كتير مهمة ما بتخل بالنظام وتكون أكثر انتاجية خاصة في مرحلة كالتي نمور فيها اليوم وما يعصف في محيط لبنان اسمح لنا أن نتوقف مع فاصل أستاذ علي ونتابع الحوار من بعده فاصل قصير أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى حلقة اليوم من آخر طبعة وطبعا نجدد الترحيب السيد علي حمدان المستشار الأعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني أهلا بكم مجددا أستاذ علي سننتقل الآن لمتابعة فقرة اقرأ الحدث ونواصل بعدها الأخبار اللبنانية اتفاق رئاسي على رفض الستين طويت المرحلة الثانية من التسوية الرئاسية بهدوء تام وبلا أضرار جانبية وتم تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف أولى حكومات العهد الجديد صفارة الإيجابية أطلقها الرئيس نبيه بري بتسميته سعد الحريري لرئاسة الحكومة وفيما أكد رئيس المجلس أنه يرفض وزارة الطاقة ولو عرضوها عليه فإنه كشف اتفاقه ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة على إقرار قانون جديد للانتخابات ورفض الستين سيبدأ الحريري اليوم مشاوراته مع الكتل النيابية وبدى لافتا تأكيد الحريرينيته تأليف حكومة وحدة وطنية فيما كان حليفه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قد عبر عن رفضه مبدأ تشكيلة الوحدة الوطنية معلنا رغبة حزبه في الحصول على وزارة المال فيما بدى محاولة منه لعرقلة تأليف الحكومة وغير بعيد عن التشكيلة الحكومية حكي الكثير عن أن ملف قانون الانتخابات سيكون مدخلا لاجتباك جديد مع الرئيس بري ولا سيما بعد الحديث عن اتفاق بين عون والحريري على إمكانية التمديد للمجلس أو السير بقانون الستين إلا أن بري نفى صحة ما يروج مؤكدا أنه اتفق مع الرئيسين عون والحريري خلال اجتماعهم في قصر بعبدأمس على ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قبل موعدها المحدد وأنه لمسى خلال الحديث رفضهما أن تجرى على أساس قانون الستين أو أن يتم التمديد للمجلس النيابي الجمهورية المال وطعويض نيل الرئاسة هناك حاليا وافد جديد من خارج نادي الرئاسات الثلاث يحاول حجز مقعد سيادي له في الحكومة بصفته شريكا في عهد ممثلي الغالبيات وهو رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي يطالب بوزارة لها رمزية فوق العادة حتى داخل الوزارات السيادية الأربع هي وزارة المالية لكونها شريكة في التوقيع السيادي الذي له معادل رئاسي فهذه الوزارة كانت تاريخيا كتعوين للزعماء الأقوياء عن نيل رئاسة لم تصل إليهم لأسباب مختلفة إذ تحمل معنى فخامة رئيس الظل ليس واردا في حسابات الثنائية الشيعية التنازل عن وزارة المال فهي من وجهة نظرهما امتياز ميثاقي ولو كان له صفة العرف وصل إلى الشيعة جراء انتقال لبنان من جمهورية المارونية السياسية إلى جمهورية مجلس الوزراء مجتمعا على أن كلام جعجع عن إسناد وزارة المال إلى القوات قرأته أوساط الغرف العميقة في الثنائية الشيعية أن جعجع يرفع صقفه في اتجاه المال ليحصل على أي حقيبة سيادية ما يزعج بري في كلام جعجع بحسب مصادر الأول أنه قدم مطالبته بوزارة المال انطلاقا من أن القوات تمتاز بشفافية وفي هذا غمز من قناة أن حركة أمل لم تمارس شفافية في هذه الوزارة إذن أستاذ علي بدأ الحديث عن عقبات التأليف سمير الجعجع يطالب بوزارة المالية لحزبه الجميع يعلم أهمية هذه الوزارة بالنسبة للرئيس بري أولا تعليقكم على ما ورد في الفقرة يعني من نحن ببلد بعدنا عم نحكي أنه قداش لبنان بيمتاز بديمقراطية وغنى بعدد وافر من الأحزاب السياسية وحزب القوات اللبنانية هو واحد من هاي الأحزاب ومفتكر أنه الطموح غير محجوب في لبنان ومشروع أنه الواحد يطمح وبيقوله باللغة الدرجة يطناوط لربما بيطال ويمكن بعد فترة بيرجع بيقول أنه بيغير خياراته لكن بغض النظر عن قداش هيدا الطموح مشروع أو لا هل بدأت العرقلة لليلك؟ أنا ما بدي حطها بخانة العرقلة بدي أترك للرئيس المكلف هو بيقول أنه شو العرقلات اللي بلش تتواجهه لأنه بعد ما انطلق بالاستشارات ولكن عم نلاحظ منذ فترة بسيد سمير جعجع أنه عم يحاول يتقلوا المسيرة للعهد سواء رئيس الحكومي المكلف أو فخامة رئيس الجمهورية يعني هيدا يعتبر كأنه عم يتقلوا انطلقته إذا هيدا كان الهدف بتقديري بكرة بتتكشف الأمور لكن بدي أحكي هون على وزارة المالية والكلام اللي صادر لجهة الميثاقية أو لجهة أنه ليش الرئيس برري متمسك اليوم بوثيقة الوفاء الوطني اللي هو اتفاء الطائف وبكل شفافية ومن حضر الطائف يعرف ذلك أنه بالوثيقة هناك إقرار بأن المشاركة السياسية ليه الطائف الشيعية في لبنان كركن يعني مثل بقية غيرها من الطوائف الكبرى لابد أن تكون على شراكة فعلية في الحكم وخاصة أن مجلس الوزراء مجتمعا أنيطة به سلطة الحكم وما يميز وزارة المالية ألا تتمثل ألا تحضر هذه الشراكة في شخص السيد نبيه برري يعني هو رئيس مجلس النواب اللبناني نحن قبل شوي حكينا عن فصل السلطات والسلطة التشريعية هي سلطة رقبية وسلطة تشريعية سلطة الحكم هي في مجلس الوزراء لو كان تتمثل هيك كانوا مثلا ما كانوا بيجيبوا وزراء لكن بيقولوا بيكفة أنه أنتوا عندكم حصة مجلس النواب مجلس النواب مشكل من مجموع ممثلين الشعب اللبناني هو ممثل للأمة ليه رقابة الحكم مش بس لحاله الرئيس برري هو بالسلطة التشريعية الحكم شيء والتشريع والرقابة على الحكم شيء آخر الكل لديه يعني أنت ما فيك كل نائب لديه حق الرقابة على الحكومة والنائب له حق يسأل السؤال مرة واثنان وثلاثة إلى أن يطلب استجواب الوزير ويمكن استجواب الحكومة ويمكن أن يطرح الثقة في الحكومة وإذا ما نالت الثقة بيبعثها على بيتها للحكومة وبيدعو لتشكيل الحكومة أخرى أصبح هذا مهام البرلمان والمشاركة في الحكم كسلطة حكم وسلطة تنفيذية يختلف عن الموقع بالسلطة التشريعية من هون لابد من فعالية المشاركة في الحكم ووزارة المالية كونه وزير المال يتمتع بتوقيع غير الوزير المختص ورئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية ووزير المال هو توقيع أساسي في هذا المدمار طيب مسألة المشاركة يعني يقال يعني حسب مصار ومش أول مرة بس لفكرة نحن مش أول مرة بعد الطائفة بناخدها لوزارة المالية وأخذناها مع الانطلاقة وفقا لهذا العنوان اللي حكينا عنه بأن للشراكة الفعلية في الحكم صحيح طيب يعني كنت أسأل على ضغطة المشاركة مشاركة حزب الله وحركة أمل توافق تام في مسألة المشاركة بالحكومة وأسرار أيضا على إشراك تيار المرادة برئاسة سليمان فرنجي في حال لم تحصل هذه ولم يتم أتوافق على هذه النقطة هل عدم المشاركة وارد؟ وارد ليس سرا أعطينا الفرصة وتعطينا بإيجابية كبيرة ولكن هذا الموقف ليس رخيص وليس ملحق هو موقف بكامل إرادة وطنية لإعطاء الفرصة ولدفع العهد بقوة وطنية شاملة للانطلاء لكن هذا لا يعني أن العرض للشراكة قد يبخس يعني يبخس ب حق هالتحالف العريض يلي بيقوده الرئيس بره يعني إذن كما قال الرئيس بره يعني أنتم تنتظرون العرض الذي سيقدم وعلى أساسه يتم القرار بزبت وهذا ليس توزيع مصالح أو محاصصة ولكن هذا قرار بالشراكة على أي أساس بنا نتشارك ما أقدمه ليس أقل من الغير لبل أكثر فإذن أنا مفروض بدل الجهد المقدم من جانبي أني أنا أخذ العرض الموازي ما هي شروط الرئيس بره ما الذي يريده في هذه الحكومة واضح بخطابه بجلسة القصر واضح بكل صراحة على صعيد الوزارات وعلى صعيد الوزارات والحقائق نبدو أنون انتخاب بشكل أساسي ليس فقط أن نتغنى بأنه عصري وعادل وحسن التمثيل يجب أن يقترن هذا فعليا بأنه يؤمن حسن التمثيل ووفقا للدستور اللبناني ما عمنا نخترع شيء بعدين على فكرة أكثر تكتل سياسي في التقارب بوجهات النظر هو التغيير والإصلاح مع كتلة الرئيس بره لجهة أنه الانتخاب وهذا ليس سراً لكن هذا من الأسس التي يسعى إليها الرئيس بره لأنه الانتخابات على البواب يعني نحن خلال ستة شهر سبعة شهر عنا استحقاق انتخابات برلومانية بد يكون فيه فرصة كافية للنائب أو للمرشح يعرف حاله بأي دائرة نائزل وهو شو أنه الانتخاب نقطتين آلية احتساب الأصوات هل هو نسبة وهذا نحن مطلبنا ومطلب فريق كبير من الأحزاب السياسية والكتل السياسية والدائرة حجم الدائرة وهذا كمان بيكون انحسم قانون الانتخاب منها شغلة معقدة بالتوافق عليه بخلال ساعة بيكون لدينا قانون الانتخاب ما هي الاحتمالات الأكثر حظاً بالنسبة لقانون الانتخابات يعني أن تقام هذه الانتخابات على أساس قانون الستين في موعدها أم يكون هناك قانون نسبية وهذا يحتاج إلى وقت وبالتالي إلى تأجيل يعني هناك حاجة قانونية وحاجة لوجستية لا سمح الله إذا العهد بده يبدأ دورة الانتخابات الأولى بعهده لإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية انطلاقاً من الانتخابات النبيبية بتأديري إذا بده يفوت على قانون الستين يعني بيكون عم يعطل حاله ويجهد ويجهد انطلاقته قانون الستين وصفة لإجهد انطلاقة الحكم في بدايته طيب يعني عندما تتأخر يعني لنفترض هذا الاحتمال يعني يقال أن هذه الحكومة ستشكل خلال أسبوعين ربما إلى شهرين أو حتى إلى نهاية العام عندما يتم تأخير في تشكيل الحكومة سيكون هناك صعوبة في استصدار قانون انتخابي جديد نحن ما رح نكون حجر عثرة في التأخير ولكن لن نكون مشارك خاسر بكل بساطة حافظين مقاعدنا في المعارضة إذا لم يكن هناك ملاقات في نصف الطريق ومد اليد لليد الممدودة من جانب الرئيس بره إذا لم تكن هذه اليد ممدودة الرئيس بره حافظ مقاعده بالمعارضة وعمق له نتفضلوا يا شباب أعطاهم 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 الفرصة التاريخية بانتخاب رئيس الجمهورية وهو في صفوف المعارضة وأكمل النصاب يعطيهم أيضا الفرصة جهزة لإلهم في الحكومة إذا لم يريدوا ملاقاته في نصف الطريق انتقالكم إلى صفوف المعارضة مقترن بشرطين كما فهمت يعني من خلال حديثك مسألة مشاركة ما في شرطين بس حتى من واحد حالنا ما في نحن عمل لك الانتخابات النيابية هي أساس وأنوان الانتخاب بالضبط هذا بشكل أساسي حجر أساس ولكن ليس الوحيد وهناك أيضا بوزارة المال هذا أمر محسوم مشاركتنا للحكومة مشاركة في الحكومة وزارة المال مشاركة تيار المردة وربما الحزب القومي السوري الاجتماعي فيه تحالف عريض الرئيس بري رح يرجع له التحالف اللي كان معه منذ انتخابات رئاسة الجمهورية وصولا لليوم لا التشكيل الحكومة رح يرجع له الرئيس بري إذا كان فيه توافق بده يكون بالشراكة إذا ما كان فيه توافق المعارضة جاهزة طيب دعنا نتابع الآن فقرة الميادين نت ونواصل للحوار يلا تفضل الميادين نت رفعة سيد أحمد تاريخ من الدم والنار هوامش على العلاقات السعودية اليمنية إن الحرب الدائرة اليوم بين السعودية واليمن ليست الأولى رغم قسوتها وفداحة الدماء التي نزفت فيها من فقراء اليمن وشعبها الأصيل ونحسب أن هذه الحرب غير العادلة وغير الأخلاقية لن تكون الأخيرة إن المتأمل لتاريخ العلاقات اليمنية السعودية سيكتشف كيف أن آل سعود كانوا دائما في موقف المعادل هذه البلاد إما خوفا من قدرة شعبها وقوته أو طمعا في ثرواتها وأرضها إن فهم الحرب الحالية التي شنتها السعودية منذ العام 2015 ولا تزال مستمرة ومدمرة لا يستقيم من دون الالتفات إلى الماضي أو على الأقل إلى بعض صفحاته الدامية لنعرف أن عصفة الحزم الراهنة ليست نشازا أو استثناء لكنها امتداد لتاريخ طويل من الدم والنار بين الدولة السعودية ودولة اليمن بجنوبها وشمالها هذه الحرب لشدة هولها وقسوتها لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء بل ستكون فاتحة لعالم جديد من العلاقات بين الدولتين لن يستطيع فيه اليمنيون نسيان طعم الدم والنار الذي زرعته الدولة السعودية في قلب هذا البلد سيد أستاذ علي يجري الحديث عن أن السعودية ستعين سفير جديد لها في لبنان مع الحكومة الجديدة قبل نهاية العام هل نحن أمام عهد وطريق التعاطي جديدة من قبل المملكة العربية السعودية تجاه لبنان خصوصا بحسب مصادر بعبدة أن الاتصال كان ودي بين الملك السعودي والرئيس اللبناني ميشيل عون تاريخيا العلاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية هي علاقة مستقرة ودائما إيجابية وبانفتاح كامل بين البلدان ما في سوابق لا بعدم تمثيل المملكة في لبنان ولا تمثيل لبنان في المملكة يعني كل كلام إيجابي عن هذه العلاقة هو تقدير طبيعي الغريب إذا قالنا أن هناك خلل بالعلاقة يمكن بفترة الأحداث اللبنانية كان فيه سفير غاب عن لبنان نتيجة الأحداث ولكن طبيعة الأمور هي العلاقة المستقرة بين المملكة ولبنان يعني ما تستغرب إليش الاتصال هذا من نافل القول والطبيعي أنه يحصل الاتصال التهنئة ومثل ما شفنا كمان أنه كان فيه موفد سعودي على عشية انتخابات الرئاسية لم يترك دار لبنانية لم يترك بابة وزارة وعكس الموقف السعودي لجهة رغبتهم بأن يتمتع لبنان باستمرار باستقراره كان هناك موقف للرئيس بري من هذا الوفد السعودي يعني قال أنه تأخر وتم إضاعة وقت سياسي ثمين على صعيد الساحة الأمورية لأنه رهان الرئيس بري كان ليس بالأمس منذ فترة لبل كان بالألفان وسبعة يعني كانت الناس ترفع له دايما المعادلات تبعه بفترة الألفان وسبعة رفع معادلة السينسين إلى أن أتى المغفور له الملك عبد الله ونزل لمطار بيروت مع الرئيس الأسد وقاله هاي جينا كرميل معادلتك السينسين سوريا السعودية ومنذ فترة هو يقول أيضا بمعادلة التفاهم الدولتين الإقليمتين الكبيرتين يعني المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية لرفض لبنان بهذه الجرعة من الاستقرار ليتمكن من الانتظار إلى أن تستقر المنطقة يعني يمكن بوقت تاني ممكن نعمل قراءة ونحكي للأسباب الإقليمية والدولية يلي مستترة ولكن مش غايبة أبدا عما يحصل ويجري لإتمام الاستحقاق الدستوري واليوم عما نشوف مسيرة التشكيل والحكومة وهذا الإجماع الكبير يلي الكل عم يمشي هذا الإجماع ينسحب أيضا إقليميا وخارجيا يعني هناك هذه الأجواء فيها شيء من الإيجابية حتى أنعكس هذا على السياسات طبيعي إذا بتشوف زخم التبركات اللي إجا من الخارج يعني بدءا من الرئيس روحاني وصولا لخارجية الأمريكية للملك سلمان إلى ما هنالك للرئيس السيسي يعني كل هذا الزخم مؤشر فيك تقرأيه بكل بساطة أنه قداش الاهتمام أن يبقى لبنان خارج لجة الصراعات الحاصلة من حوله إن شاء الله هذا بيبقى جهد لللبنانيين أنه كمان هالفرصة هاي يتلقفوها وننطلق فيها لتثبيت هذه المسيرة شكرا جزيلا لك الأستاذ علي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني كل شكر على وجودك معنا في حلقة اليوم شكرا لإليك وشكرا لفريقك ويعطيكم ألف عافية طبعا الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة